السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة البوزيتيف معكم إيمان أنوارتازي نتريسيونيست كوسميتولوج لابغانتين فيديو اليوم سؤال جواب كوسميتيك كانوا أسئلة نحاول نجاوب عليهم أول سؤال حبوب الميليا أعطي ودوك الحبيبات اللي شخطو كي نوضف كونتور ديال العين السؤال كان شنو هما اللي بروديو كوسميتيك اللي قدر يزولو ميليا لكي لا تخسروش فلوسكم لكي نقطع صدع لكم من الأخر لا يزولوا هذه الحبوب والحل أنا كنتمشي عند درماتولوج وغايدين لك سواء في العيادة لكن الكريم كنتور ديال أو لأي نوع ديال الكريم لا يزولوش لكم هذه الحبوب بلا ما تخسرو فيهم الفليسات ديالكم وذيجا راني فيتا هضرت على هذا الموضوع هذا في واحد الفيديو كان بالتفصيل نزول سؤال ثاني سؤال ثاني تقول أنا عندي مشكل ديال تساقط الشعر بوحد شكل كبير 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 بزاف هذا السؤال كيتكرر عندي مشكل ديال تساقط شعر بوحد شكل كبير كبير بزاف مشي در تحليل ليموغلوبي لقيتو نوغمال دائما من يتلقى التحليل ليموغلوبي نوغمال دوزول فغيتين مخزون الحديد بزاف ديال المرات كيكون معدل الحديد نوغمال ولكن معدل ليموغلوبي نوغمال ولكن معدل ديال الفغيتين أو للمخزون ديال الحديد كيكون هابط بزاف هذا هو المخزون هذا هو الاستوك لذلك كان هابط بالزافرة كيكون تساقط مهم في الشعر وهذه الحالة الأكثر شيوعية يعني السبب الأكثر شيوعية عند تساقط الشعر هو معدل ديال الفغيتين ناقص يقدر يكون أسباب خراب حال مشاكل في هرمونات الغدة الدرقية ناقص فيتامين بي دوز ناقص فيزلوزنك ناقص فيتامين ديال تاوكي ديرها وطوط فاسون حاولي ما أمكن أول حاجة هي تحييدي الشك على الحديد يقدر يكون متحانات ستخيس ويلادة مرض تهدو يقدر يكونوا سبب في تساقط الشعر الثالث الحال بدك يبرد خسنا مرتبات الشفاء هذا الموضوع كنت تعطيت تعطيت بثاف ديالقتراحات ديال المرتبات ديال الشفاء بتمن مناسب ليكن هنا وليكن على بره حاولوا تشوفوا فيديوهات الأخرين كسبوا مرتبات الشفاء وكسبوا حدها على بوزيتيف رغادي تلقاوا المرتبات الشفاء اللي كنت أدات عليهم بغيطوا قطراحات آخرين قلوها لي نزيدكم قطراحات آخرين مكان حتى مشكل وبالنسبة اللي عندهم البعض الكاريتة فممتع زل ترطيب الشفاء بالأخص بالأخص لوليدات الصغار والناس اللي كيتقشروا لهم شنايف ديالهم غا تفيدهم بواحد شكل كبير كبير بثاف سؤال الرابع الليزر الكربوني الليزر الكربوني واش كيزول فعلا تسبغات واش فعال في إزالة تسبغات من الأخر الليزر الكربوني ما كيزولش طبيع وما كيزولش تسبغات وكيعطي واحد النظارة لوجه وهاد النظارة هي نظارة مؤقتة كالدوم ديجوغ أيام ما هاش مدة طويلة دونك اللي كيفكر يدير الليزر الكربوني على أساس يزول به الكلف أو للبقع أو للتسبغات فما غاديش يفيده سؤال آخر فيتامين سي فيتامين سي في سيرومات واش عندو مشاكل ووي فيتامين سي سوا في السيروم سوا في الكريم إلا كان بكونسنترات عالية بزاف فهو يقدر يسبب البعض نسبة قليلة جدا من الناس ولكن كينا كيسبب لهم حبيبات كينا اللي غا يقولك أنا جربت دي كريم فيهم فيتامين سي قدروا يكونوا دوك الكريم فيهم نسبة قليلة جدا جدا فيتامين سي وهم غير دايرينها غير باش يروجوا تجاريا على أن هذا الكريم كيحتوي على فيتامين سي وكيميكا هادروا على أن بروديو اللي كيحتوي على كونسنتراتي محترمة من فيتامين سي ويقدر يقدر يبانو لكي حبيبات يقدر يكون هو السبب فيهم الحل أنك توقفي البروديو وكتخلي واحد سيمانة أو لا جوج ويستعود أن تدري دوزيام كونتاكت مع البروديو ويتستي إلا ما كانت شي ردات فعل سيبو تولغي هذا الفيتامين سي بديتك تتأكلم معه مزيان كانت ردات فعل عنيفة أو شي حاجة فأي بروديو كوسميتيك أباس دو فيتامين سي أفضل لأنه عندك الألرجي ديال الفيتامين سي سؤال آخر فوقاش نقدر نوقفه ديفيرين 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 وقفها في حالة الحمل وحالة الرضاعة يعني هو يمكن إلى وقت المكوجات مزيان أنك تدخلي في الغوتين ديالك اليومي كل ليلة محيطة شوكية الدر بالليل ما تدرش بالنهار في الأول من يلاك تبدأ الدخلي دخلي 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 خفيفة سوف كرام بعد ممكن أنك تزيد وحتى الواتيرة لا تكون في الأول يومية مرة في الأسبوع مرة كل ثلاثة حتى تبدأ طول الفئ يقدر يخرج لك حبيبات بالعكس يقدر يخرج لك حبيبات يقدر يقشر يقدر تحسي بأن تكون تهيوج فحاول دخليه بشوية إلا وقفت الدفينين لا يوجد شيء مشكل لا يوجد ردات فعلة عكسية لا لا يوجد شيء مشكل ولكن يدخل في الغوتين دائم دائما تفدي منطقة حول العين ومنطقة حول الفهم دفرين في يوتيوب راني كنت هدرت عليه مزيان مزيان عطيت تقريبا جميع المعلومات علي سؤال آخر عندي شعر خفيف على مستوى الوجه عندي شعر خفيف على مستوى الوجه واش ينفعني اللايزر لإذا لزم الشعر شوف اللايزر ما كدرش الشعر اللي سيكون خفيف بالشعر الوباري حول ما أمكن أن تفدي هذه النقطة إذا كنت تدرتها سوف يتكمل بها لماذا؟ لأنه اللايزر ينوض شعر ساميك وكحل لذلك تعويض الشعر خفيف بشعر ساميك وكحل لا عملكم بتزولوا الشعر الوباري باللايزر بشعر 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 والمشكلة الأخرى أنه عندما تذهب عن طبيبات يزول تاتو الآيلاينر أولا تدرك حلقة مدينية في عينيك جد 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 مؤلمة القضية ثانيا إزالة الآيلاينر مؤلمة ثالثا بشعر 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 لا نصحكم تاتو الحواجب و تاتو الآيلاينر أمركم تفكروا في حياتكم بشعر الكثير من يسؤولون على المشادات التي تقومون هناك ويجبون عينيك حتى سنة أقل هذه الكلابسات أو المشادات المشكلة لهم أنهم يجبون لكم هذا الشعر لأنهم لا يجبون هذا الشعر يجبون هذا الشعر لا يسمى تعلبة شد تاكشن ألوبيسيا تعلبة بشكل البنيتة الصغار كانوا مواتنا يجبون الشعر يجبون ويجبون شعر ويجبون يجبون يجبون ويجبون يجبون يجبون فراغ ويجبون يجبون يجبون ويجبون يجبون يصطلح مصطلح التعلبة الشد لذلك اللعبسات يساهم بشكل كبير في هذه المشكلة يجبون 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 ويجبون ويجبون يجبون ويجبون كان الفيديو اليوم نتمنى نستفت من الفيديو را